محور فلادلفيا عقدة الحل في غزة وعنوان التوتر مع القاهرة عقدة يرفض نتنياهو حلها رغم الأثمان الإنسانية والسياسية والتحذير من تصعيد يقرب المنطقة من حفة الانفجار تعنت غير مبرر برأي أهالي الرهاء والمعارضة الإسرائيلية وحتى أهم حلفاء تل أبيب واشنطن صحافة إسرائيلية تهاجم الرجل وتتهمه بالكذب في رواياته الأخيرة بشأن محور فلادلفيا وتقول إن موافقته السابقة ومواقفه خلال الحرب وما قبلها كانت عكس ذلك ما الذي طرأ على أهداف الحرب التي حددها نتنياهو خاصة بعد الكشف عن تصويته لصالح الانسحاب من محور فلادلفيا عام 2005 أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معارف الإسرائيلية بأن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين تؤيد الانسحاب من محور فلادلفيا للسماح بصفقة الرهائن 48% من المشاركين أيدوا تنازل الجيش عن المحور بينما أبدى 37% استعدادا للتخلي عن صفقة التبادل مقابل ترك محور فلادلفيا بيد إسرائيل إسرائيل أخلت محور فلادلفيا قبل 19 عاما ونتنياهو صوت لصالح ذلك في الحكومة وفي الكنيسة نتنياهو كان رئيسا للوزراء لمدة 15 عاما لم يخطر له أبدا إعادة احتلال محور فلادلفيا الحرب بدأت في السابع من أكتوبر وحتى العشرين من مايو الماضي أي بعد ثمانية أشهر لم يفكر في إرسال الجيش إلى هناك حجة نتنياهو بشأن الوجود العسكري في فلادلفيا لم تقنع حتى أقرب الحلفاء المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساموال ويربرغ في حديث خاص لسكانيوز عربية أكد أن إسرائيل تستطيع ضمان أمنها من أي هجمات دون أن تتواجد في هذا المحور نحن نرى أن الدولة الإسرائيلية لديها الأمكانية لحماية أنفسها من أي هجمات متقررة من هركاتها بدون وجود الجيش الإسرائيلي في هذه الأماكن هذا من جانبنا ليس من الممكن أن نتكلم بإسم الهكومة الإسرائيلية إذا لديها أو لديه رئيس الوزراء نتنياهو وإشهر نظر أخر من القدس ينضم إلينا محرر شؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية ندال كناعنا ندال أهلا بك دعني أبدأ معك من تفصيل لفهم واقع الإعلام في إسرائيل والصحافة الإسرائيلية عندما نتحدث اليوم عن استطلاعات الرأي عن صحف تتهم نتنياهو بأنه يكذب فيما يتعلق بهدفه من البقاء في محور فيلادالفيا كيف يقرأ الشارع الإسرائيلي هذا الموضوع وكيف أصلا أو إلى أي مدى يؤثر هذا الرأي في الإعلام الإسرائيلي على موقف الشارع نعم كارليناني قضية مهمة هنا هي أولا أي صحافة نتحدث عنها وأي شارع نتحدث عنه في إسرائيل أكثر من صحافة وفي إسرائيل أكثر من شارع هذا ما كان يريده نتنياهو وهذا ما نجح فيه نتنياهو يعني الصحافة الإسرائيلية الكلاسيكية القناة أهيئة البث الإسرائيلية القناة الثانية عشر والثالثة عشر تنتقد نتنياهو بشدة تفضح سبب طرح نتنياهو لقضية محور فيلادالفيا وتتحدث عن أن نتنياهو يستعمل هذا كحجة لكن بالمقابل نتنياهو في السنوات الأخيرة نجح في إقامة الإعلام المؤيد التابع المطبل لنتنياهو إن صح القول هناك القناة الرابع عشر الإسرائيلية التي حتى في استطلاعات الرأي التي تنشرها هي تؤيد نتنياهو وتعطي نتنياهو فوزا ساحقا وبالتالي إذا نظرنا إلى قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو اثنتين من ثلاثة بها تتعلق بالصحافة نتنياهو يعي أهمية الصحافة ويحاول أن يسيطر حتى على الصحافة التي كانت معادية له مثلا كانت هناك محاولة للسيطرة على القناة الثالث عشر الإسرائيلية هناك محاولة ناجحة إلى حد ما بالسيطرة على هيئة البث الإسرائيلية وبالتالي هذا ينعكس على الشارع الإسرائيلي أيضا هناك الشارع المؤيد لنتنياهو كتأييد فريق القدم لا يؤثر في هذا الشارع إذا كان نتنياهو ينتصر أو يخسر هم يؤيدونه بغض النظر مهما قال لهم نتنياهو هذا ما تظهره أيضا استطلاعات الرأي ونتنياهو بالنسبة له من المهم وجود هذا الانقسام في الشارع الإسرائيلي لأن هذا الانقسام سيعيد لنتنياهو مصوطي اليمين الذين غضبوا من نتنياهو بسبب الفشل في بداية الحرب والآن يعودون مع إعادة الانقسام للشارع الإسرائيلي والعودة إلى معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يقوده نتنياهو يعني وكأن تقول ندال أن نتنياهو نجح في محاولة تصوير الموضوع على أنه يصار ضد اليمين ولكن المعارضة الإسرائيلية أين اليوم خصوصا وأنه سمعنا أصوات تقول لنتنياهو في حال في المستقبل القريب كان هناك حاجة للعودة إلى هذا المحور سندعمك ولكن الآن لتيسير الأمور والتوصل إلى صفقة فلنخرج من هذا المحور أين أصبح هذا الطرح أولا يعني هذا الطرح موجود وهم مستعدون لهذا وهم يقولون لنتنياهو سندعمك في هذا الجيش الإسرائيلي يقول هذا لكن هذا الطرح يتناسى القضية المهمة أن قضية محور في لدلفيا ليست مهمة أمنية ليست قضية أمنية لا تتعلق بأمن إسرائيل على عكس ما يعرضها نتنياهو وكأنها قصة حياة أو موت لإسرائيل والشعب اليهودي وكأنها نهاية العالم إذا خرجت إسرائيل من محور في لدلفيا لو كانت الأمور هكذا لما كان نتنياهو وافق في العرض الإسرائيلي الذي قدم للولايات المتحدة على الانسحاب من ثلثي محور في لدلفيا هل ستأتي حماس وتحفر الأنفاق أو تهرب في الثلث الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي هذا ليس منطقا أمنيا لكن هذه العروض من المعارضة الإسرائيلية تأتي لإحراج نتنياهو لجعل نتنياهو يتنازل عن الحجة التي تسمى محور في لدلفيا والتي أتت فقط لإعاقة المفاوضات وإخباره بأنها ليست حجة مكنعة نوعا ما والذهاب إلى اتفاق بالعلم أنه في اللحظة التي يتم التوصل فيها إلى اتفاق لن يكون نتنياهو أصلا معنيا بتخريب الاتفاق نتنياهو من حيث المبدأ ربما يريد اتفاق لكن التوقيت غير مناسب لنيتنياهو لذلك نتنياهو لا يريد اتفاقا الآن وأحلفاء نتنياهو لا يريدون اتفاق أبدا كبينكفير واسموتريتش هؤلاء لهم أهداف أخرى لكن على العموم المعارضة والجيش الإسرائيلي الذي بات إلى حد بعيد جزء من المعارضة مع إبعاد نتنياهو له عن حياده وجعله طرف سياسي في هذا النزاع يقولون لنتنياهو تنازل نحن سندعمك وبالتالي اذهب إلى اتفاق لكن نتنياهو لا يريد هذا الاتفاق ولا تهم ما هي الحجة إذا تمت عبور قضية محور في لدلفيا سيجد نتنياهو حجج أخرى يستلها ولديه الكثير شكرا جزيلا لك من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية لسكانيوز عربية نيدال كنعنا مواقف نتنياهو لم تمر دون رد من القاهرة مصدر المصري رفيع المستوى قال إن نتنياهو يروج الأكاذيب مضيفا أنه يمهد من الأعلان عن فشل الأمني والسياسي وعدم العثور على الرهائن أو تحقيق أي انتصار عسكري في غزة والضفة اعتبر أيضا المصدر المصري أن تصريحات نتنياهو ما هي إلا رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار وإجهاد لكل الجهود المبذولة للتهدئة والإفراج عن المحتجزين والأسرة ينضم إلينا من القاهرة الخبير في شؤون شؤون الأمن القومي محمد عبد الواحد ومن حيفاء الكاتب الصحفي يؤاف شترن أهلا بكما أستاذ يؤاف أبدأ معك وأبدأ معك من هذا الموضوع الصحفي ليست المرة الأولى التي تتهم الصحافة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بالكذب ولكن هذه المرة الموضوع معقد أكثر بما أنه مرتبط حتى لو نتنياهو يقول أفصلوا الموضوعين عن موضوع المفاوضات إنما الداخل الإسرائيلي يربط هذا الموضوع إلى أين برأيك يمكن أن تتجه الأمور داخلية؟ نعم هناك كارولينة حالة انكسام في إسرائيل من جهة هناك المعارضة التي قد تكون يمينية بالمناسبة وليس من الوسطة واليسار وهناك الصحفة الرئيسية في إسرائيل معظم الصحافة الحرة في إسرائيل كل هؤلاء والشارع الإسرائيل يجب أن نضيف يتهم نتنياهو بسلسلة من الاتهامات منها ما تتعلق بصفقة التبادل التي يرفض قيام بها ومنها تتعلق بالفساد والوضع المذرع التي وصلت إليه إسرائيل بسببه هكذا تكون تقول المعارضة ولكن من الجهة الأخرى الانكسام يعني يخلي أنه تكون في جهة المؤيدة لنتنياهو أيضا مجموعة كبيرة جدا نتحدث عن وسائل الإعلام برية وأيضا بلغات مختلفة تدعم نتنياهو وهناك معذكر يدعم نتنياهو الخاردين وشركائه المستوطنون حتى لو حسب استطلاعات يكونوا الآن أقل من نصف السكان حتى لو كانوا 40% هؤلاء هم الجزء ليس ببسيط من المجتمع الإسرائيلي فهذه هي الحالة الانكسام الموجودة نسمى الاتهامات والاتهامات المتبادلة هذا ما نشهده غادلية أعود إلى ضيفنا ورحب بك مجددا من القاهرة أستاذ محمد عبدالواحد يعني كما يتحدث الأستاذ يؤافل موضوع داخلي يعكس انقسام الشارع الإسرائيلي ولكن هذه المرة مصر وكأنها من طرف من وسيط إلى طرف بسبب هذه العقدة التي تحول إلى حد كبير وبنسبة كبيرة من التوصل إلى اتفاق اليوم الجانب المصري كيف يقرأ كل هذه التطورات خصوصا المصادر تتحدث عن أنه كأنه استبقى الأمور نتنياهو كي يوصل للأمريكيين بأنه لن يخرج من هذا المحور رغم كل الضغوط حتى الداخلية والإقليمية أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم أحب فيه إجاز غير مخل أضيف على ضيفك الكريم نقطة في غاية الأهمية هناك انقسام ولكن نتنياهو اليمين المتطرف خلال الفترة السابقة استطاعوا حشد رأي عام متطرف خاصة في أوساط الشباب وهو كان يراهن على ذلك وبالتالي الاستطلاعات الرأي التي تصدر من خلال وسائل الإعلام هي الأخرى متطرفة وليست هي الحقيقية واستطاع أنه سيطر على جزء كبير جدا من الإعلام سواء إعلام اليمين أو اليمين المتطرف وهيئة البس إلى حد ما والقناة 12 الإسرائيلية وهكذا يحاول أن يسيطر على الإعلام لبس أفكاره في هذه النقطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صادق على وجود قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا وينتنياهو أصر على ذلك وهذا الحقيقة يعرقل أي مفاوضات وهذا ما ترفض القاهرة وترفض حركة حماس لأنه يقود أي مفاوضات مستقبلية ولا نصل به إلى وقف لإطلاق النار وإتمام صفقة وللأسف أن هذا القرار قرار سياسي بحت بعيدا عن أنه يكون قرار عسكري أو قرار أمني والدليل على ذلك أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترفض التواجد على محور فيلادلفيا للأسف أيضا أن هذا القرار ربما يحظى بتأييد خفي من الولايات المتحدة الأمريكية وهي ترغب هي الأخرى في تواجد قوات إسرائيلية من قبل على محور فيلادلفيا على الرغم من أن الإعلام الأمريكي كله ينفي هذا ولكن لما برأيك أستاذ محمد هذه نقطة علينا أن نتوقف عندها لأن الجانب الأمريكي الرئيس بايدن منذ أكثر من ثلاثة أربعة أيام يقول اقتربنا بلينكين وزير الخارجية يقول لم تبقى سوى 10% حتى إن كانت هذه العشرة بالمئة حتى لا نقول الشيطان في التفاصيل لأنه لن تعود تفصيل حتى لو عشرة في المئة ولكن الجانب الأمريكي لما يريد اليوم ألا يستفيد من أنه أنجز حتى لو مرحلة أولى من اتفاق من أجل البقاء في المحور سيدة الفاضلة الجانب الأمريكي روج خلال الفترة السابقة على قدرته على إحداث خروقات لعمليات سلام في منطقة الشرق الأوسط في غزة وكمان في السودان من خلال مؤتمر جينيف لأن كل المبادرات التي طرحها هو يبالغ في إيجابيتها أزيد من اللازم وليس لديه أي أوراق ناضجة يستطيع أن يتفاوض هل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في العالم والقوة التي كان يصفونها بأنها قوة السلام الدولية استطاعت أنها تعقد صفقة سلام بين مصر وإسرائيل وأصله ومدريد واتفاق سلام مع الأردن هل تقاعصت أو غير قادرة على استخدام أدوتها هل تقاعصت عن استخدام الحوافز التي كانت تقدمها وتقديم الوعود والضمانات وكمان تستخدم عصى الرضع لعملية ممارسة الضغوط للأسف الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أنها تمارس ضغوط على نتنياهو قادرة على وقف الحرب ولكنها هي تجد هي الأخرى أن من مصلحتها الاستمرار في هذه العملية مع توجيه بعض الانتقادات البسيطة لتنياهو لدرجة أنها وصلت أنها أصبحت تتكيف مع قرارات نتنياهو حتى تسير بها مصالح أمريكا في المنطقة وشفنا هذا في المفاوضات السابقة مفاوضات ضعيفة تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية وتضيف على الورقة الأمريكية التي طرحتها من قبل دون إذن باقي الأطراف وتطع الوسطاء في حرج شديد وكمان ليس في هذه المنطقة حتى في السودان شفنا اتفاقية جينيف الضعيفة للغاية وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تثبت للرأي العام الداخلي أنها تستطيع أن تحدث خروقات في أزمات الشرق الأوسط فقط كمان الولايات المتحدة الأمريكية هي من مصلحة أنها تطيل أمد المفاوضات ولذلك هي طرق المفاوضات مفتوحة لا تنتهي يعني الصحافة الأمريكية دائما تتحدث على أن المفاوضات سارية وفي طريقها للوصول وأن هناك مقربة وأن هناك أمل في الوصول إليها ولا تغلق باب المفاوضات والغرض من فتح باب المفاوضات لفترة طويلة بتستطيع أنها تحقق منه إبعاد النظر أو إلهاء الرأي العام العالمي عن الممارسات التي تتم في قطاع غزة ده من جهة والحديث عن التفاصيل زي ما حضرتك تفضلت وإلهاء الرأي العام العالمي بتفاصيل المفاوضات بعيدا عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة وكأن الولايات المتحدة من إطالة أمد المفاوضات تتجنب ربما تصعيد أكثر ومواجهة أعلى أكثر من جبهة في هذه الحرب وبالقول أنه نحن لا نزال نفاوض هذا ما نفهمه منك ولكن أود أن أسأل أستاذ يؤف إن كان يتفق معك في هذه النقطة اليوم لأن الجانب الإسرائيلي بغض النظر عن الانقسام بين المعارضة وبين حكومة نتنياو هناك انقسام كما ذكرنا على المستوى السياسي والمستوى العسكري العسكري يقول غالنت يقول لسنا بحاجة للبقاء في هذا المحور ويمكن العودة إلى هذا المحور في حال فعليا كان هناك أي داعي أمني يتوجب أو يوجب علينا العودة إليه نعم كارورينا أستاذ محمد لدي ثلاث ملاحظات الأولى بالنسبة لهذا السؤال أعتقد أن المشكلة تكمن في نتنياو نتنياو ليس معانيا بصفقه في هذه اللحظة لأن كل هذه الأمور التي نتحدث عنها ونقول أنه شيطان بالتفاصيل لا أهمية لها الآن المكترح الجديد هو أنه فقط جزء من المرحلة الأولى سيبقى جيش الإسرائيلي هناك ونتنياو وافق على انسحاب جيش في المرحلة الثانية أعتقد أنه كل هذه التفاصيل ليست مهمة بقدر ما هو مهم هنا أنه نتنياو يبحث عن الحجج لمنع تقدم في المفاوضات هذه الملاحظة الأولى نتنياو ليس معانيا بصفقة أعتقد لأسباب سياسية ضيقة لأنه هذا سيؤدي لتفكيك حكومته أولا وأخيرا فكل الحديث هي هامشية بالنسبة للموضوع الرئيسي النقطة الملاحظة ثانية بالنسبة لما قال الأستاذ محمد عن المفاوضات وعن الطرف الأمريكي نعم أعتقد أن المفاوضات هي مفضلة على عدم المفاوضات إذا ما عادت الأطراف إلى حرب بدون مفاوضات سنرى تسعيد في المنطقة وأنا أفضل استمرار المفاوضات حتى لو ليس هناك أي نهاية لها المنحلة الثالثة باختصار أنا أعتقد أنه لا يمكن إجبار الطرفين على الوصول إلى صفقة لا يمكن للولايات المتحدة أن تجبر إسرائيل لصفقة ولا أحد يستطيع أن يجبر حماس إلى صفقة وأنا لست متأكدا أن أيضا حركة حماس والسنوار معنيون الآن بصفقة أنا لا أرى ما هو المحفز الكبير لديهم للوصول إلى صفقة الآن أستاذ يؤفو أستاذ محمد تفضلوا بالبقاء معنا خلال الأيام الماضية رئيس الوزراء الإسرائيلي كرر التأكيد على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من محور فلادلفيا ومن معبر رفح نتنياهو قال أن إسرائيل لن تتمكن من تدمير حماس دون السيطرة على ذلك المحور الذي قال بأنه يستخدم في تهريب السلاح للحركة في مؤتمره الصحفي قبل أيام قال نتنياهو أنه رفض في المراحل التاريخية السابقة لانسحاب من المحور وأنه لن يقبل بحدود ذلك الآن صحيفة هاراتس الإسرائيلية أوضحت أن نتنياهو خلفا لدعاءاته صوت في أكتوبر 2004 وفي فبراير 2005 لصالح التخلي عن السيطرة على الممر كجزء من فك الارتباط عن غزة قالت الصحيفة أيضا بأن نتنياهو يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2009 مع استراحة لمدة 18 شهرا فماذا فعل لاستعادة السيطرة على ما يشبهه الآن بأنه صور الصين العظيم لإسرائيل لا شيء تضيف هاراتس أكثر من ذلك فأنه بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر لم يذكر نتنياهو أبدا ممر في لادلفيا كأولوية عسكرية ولم يرد ذلك الأمر أيضا في بيان مايو وأعلان بايدن لكن في أواخر يوليو خوفا من أن يتم القبول في السفقة فعليا قدم نتنياهو قائمة بالمطالب والتوضيحات الجديدة محولا الممر إلى حجر الزاوية الذي يمنع السفقة دائما بحسب صحيفة هاراتس قالت بأن نتنياهو يتخذ من قضية المحور عذرا أيضا للتهرب من إبرام صفقة الرهائن ووقف اطلاق النار في قطاع غزة نعود إلى ضيوفنا أستاذ محمد اليوم الجانب المصري واضح منذ اليوم الأول في مواقفه فيما يتعلق بالمحور فيما يتعلق بالتواجد الأمن الإسرائيلي العسكري في هذه النقطة ولكن في هذه المرحلة بالذات ربط الموضوع بوقف اطلاق النار وبصفقة الرهائن كيف تنظر إليه مصر؟ بالتالي هل تعلم ربما أن الموضوع يستغل نتنياهو لعرقلة الوصول إلى صفقة؟ وبالتالي سينسحبون من محور فيلادلفيا لا محالة؟ بالفعل نتنياهو يعلم تماما أن محور فيلادلفيا هو أمر استراتيجي يجب لكي تتم صفقة يجب الموافقة عليه ما بين الثلاث أطراف مصر وإسرائيل وفلسطين يعلم تماما وبالتالي الاعتراض عليه أو الإصرار على الوقوف عليه يعرقل أي صفقة أو أي مفاوضات مستقبلية ومصر لم ولن تقبل التواجد الإسرائيلي على هذا المحور وعلى فكرة مصر ربما كانت تقبل تواجد مؤقت يعني أنا لحظت من عندما قدمت إسرائيل الورقة أو الخريطة الإسرائيلية المتعلقة بمحور فيلادلفيا وتقليص عدد النقاط من 8 إلى نقطتين مصر عرضت الورقة على حماس يعني مصر لو كانت رفضها تماما كانت رفضتها شكلا وموضوعا ولكن عرضتها على حماس ربما إذا كانت في فترة في مرحلة أولى ربما كانت وفقت عليها على أن يتم الانسحاب الكامل والكل في بداية المرحلة التانية يعني هنا كان في مرونة من الجانب المصري في هذه النقطة بالذات ولكن كان هناك إصرار من الجانب الإسرائيلي على أنه يعرقل هذه المفاوضات إسرائيل تعلم تماما ونتنياهو يعلم أن محور فيلادلفيا هو الإشكالية الكبرى أولا دعينا نرجع إلى الخلف لأربع أشهر قبل أربع أشهر قبل احتلال فيلادلفيا كان الحديث في كافة المفاوضات السابقة ليس على فيلادلفيا تماما كان الحديث على أهمية خروج إسرائيل من خانيونس أهمية خروج من مدينة غزة نتحدث في عدد المفرج عنهم فقط هي دي إشكالية وكان نتنياهو يعرقل كل المفاوضات حتى يكتمل الإجراءات الأمنية سواء محور نتساريم أو الانتهاء من محور فيلادلفيا هذه الجزء الجزء الثاني هو يعلم تماما أنه لا توجد عملية تهريب واحدة عبر سيناء لأن قواته تحتل محور فيلادلفيا منذ أربع أشهر من مايو يونيو يوليو أغسطس أربع شهور ولم يستطيع الحصول على نفع واحد يعمل من سيناء إلى داخل قطاع غزة كل الأنفاء اللي صورها كلها أنفاء مغلقة من الجانب المصري منذ 2019 دائما هو بيمارس لعبة الإسقاطات النفسية على الآخر لإعفاء نفسه من الأخطاء وهكذا الحال بيعملها مع الضفة يعني الحدود اللي بتفصل الضفة عن الأردن محتلة تماما من قبل القوات الإسرائيلية لكن دائما يتهم أن الضفة يدخلها سلاح من إيران على الرغم من وجود قواته على الضفة أيضا نتنياهو يتواجد على محور فيلادلفيا منذ أربع شهور والمقاومة حاضرة وبقوة ولديها سلاح محلي تصنعه من خلال ورش هو لم يستطيع حتى الآن الوصول إلى هذه الورش ولا الوصول حتى إلى الأنفاق نعم أستاذ يؤاف اليوم السؤال أن كل شيء في هذه المنطقة مبني على كاونت ديفيد هل اليوم نتنياهو مستعد للمغامرة والدفع أكثر بهذا الإصرار الإسرائيلي وعدم المرونة فيما يتعلق بهذه النقاط العالقة مع مصر هل هو فعليا مستعد للمراهنة بنصف إن صح التعبير أسس السلام التي بنيت في هذه النقاط وفي هذه المنطقة سيدة كارولينا نحن نتحدث نرى صور لزيارة رئيس هيا تدركان المصري إلى الطرف المصري من الحدود مع غزة وكل أمل أننا دائما نرى مثل هذه الزيارات التي تتم بدون أن تكون هناك عداوة بين الطرف المصري والطرف الإسرائيلي هذا سيكون بمثابة كارثة على المنطقة ككل اتفاقية السلامة بين إسرائيل ومصر هي حجر الأساس في سياسة الإسرائيلية حتى لنيتنياو وأنا لا أرى أي إمكانية أيضا لتغيير ذلك بطرف المصري لأن هذا مهم جدا حسب ما أرى بطرف المصري أنا طبعا لا أستطيع أن أتحدث بإسم مصر ولكن أرى أن السياسة الخارجية المصرية أيضا تعتمد هذه النقطة ومن هنا أهمية مصر في الوساطة والدور البناء التي تلعب ويجب دائما تلعب بحلحلة هذه الأمور مع حماس فأنا لا أقبل أن إسرائيل طرف اتفاقية السلام أمر هامشي أو أمر يمكن نصفه ولا أعتقد أنه يجب تحليل ما تكون به إسرائيل كمحاولة لنصف هذه الاتفاقية وإنما الحقيقة بعيدة كل القعدة شكرا جزيلا لكما من حيفا الكاتب الصحفي يؤف شتيرين ومن القاهرة الخبير في شؤون الأمن القومي محمد عبد الواحد شكرا جزيلا لكما نهاية ملف اليوم تتابعونا على رأس الساعة المقبلة مزيد من الأخبار وساعة أخبارية جديدة إلى اللقاء